إذن ظلت الجامعات المصرية مكاناً ومرتعاً للمتطرفين والإرهابيين سواء الطلب الذين يخترقون جوانب هذه الجامعات أو حتى لطواقم التدريس اللي ينتمون إلى جماعات متطرفة وجماعات إرهابية وكما نعلم جميعاً هذا الاختراق إلا إنه دركته ونسبته ووضوحه وفجكته كل يوم تثبت يعني هذه الظاهرة نفسها ومزيد من الأدلة اللي تدمج فترة كاملة إحنا عشناها باختراق إرهابي متطرف إخواني للجامعات المصرية آخر هذه الاكتشافات ما قدموا لنا دكتور محمد فياض أستاذ التاريخ المساعد بجامعة طنطة عبر صحيفة الدستور اليومية من قراءة لرسالة ماجستير زوجة الإرهابي هشام عشماوي همش فهم إيه اللي خلاك يا دكتور فياض يعني تضع في ذهنك هذا الاسم وذلك البحث للتقصي عنه ومعرفة ماذا قدمت وماذا طرحت من أفكار في رسالتها طبعا في البداية يا سعيد بوجولي مع حضرتك ودايما يعني حضرتك بتوتيح ليها الفرصة لنكون في المنبر المهم جدا في الحقيقة طبعا لو حنقول إن وراء كل رجل عظيم امرأة ودي الكلمة المهمة جدا فأنا من البداية لما بدأت تتاح المعلومات قلت إن برضو حتكون وراء كل رجل متطرف وقاتل امرأة من اللحظة الأولى اللي بدأت تتاح فيها المعلومات عن نسرين عشماوي زوجة هشام عشماوي سمعت الكلمة كانت خطيرة جدا ورقعت على أذنك لأن أنا أستاذ جامعة فكاية الكلمة بالنسبة لي كلمة خطيرة جدا وهي إن زوجته تعمل مدرس مساعد في كلية البنات جامعة هنشامس في الحقيقة أنا هنا بدأت أقف كل الناس بدأت تتاجه إلى هشام وتم التخطيط موضوع هشام بشكل كبير من قبل الناس متخصصين كتير جدا لكن أنا في الحقيقة رحت ناحية نسرين بدأت أفكر هي نسرين المنتج الفكري الوحيد اللي أنت جيته ما هي مدرس مساعد معناها أن هي عملية رسالة ماجستير المنتج الفكري الوحيد اللي أنت جيته نسرين عشماوي يا طرى هذا المنتج كان إيه؟ كان في ريحة هشام عشماوي؟ يا طرى هل حصل نوع من أنواع التنارم الفكري ما بينه وما بين هشام عشماوي؟ هل لو فتحت الكتاب ده أو جبت الرسالة دي حلاقي فيه صادر كده من الأفكار التكفيرية أو المتطرفة؟ وبالفعل بعد عملية بحث كبيرة وشقة استطاعت أن أنا أوصل لرسالة نسرين مرات هشام عشماوي في الحقيقة أنا كقارئ المفترض أن أنا أكون قارئ موضوعي بشوف الكتاب أو بشوف العمل التحت إيدي وأبدأ أفحصه لا وكمان كأستاذ جمع مؤمن حق البحث العلمي البحث العلمي وحورة البحث العلمي وبنناقش رسائل وبنشرف على رسائل أول حاجة أو أول صدام نفسي حدث ما بينه وما بينه هذه الرسالة لما شفت إهداء الرسالة الإهداء كان إلى رفيق ضربي إلى من أنرى الله به طريقي إلى زوجي وفاءا بحقه واعترافا بفضل طبيعي أي ستة بتناقش رسالة ماجستر أو دكتور بتكتب إهداء لزوجها ولكن أنا هنا مش قدام زوج عادي أنا هنا قدام زوج قد يكون كان حضر المناقشة دي وهو هشام عشماوي القاتل المتطرف الإرهابي هشام عشماوي في الحقيقة الرسالة نقشت سنة 2010 وهشام عشماوي أول محكمة عسكرية وحل لها كانت 2007 يبقى أنا قدام حاليا خلاص شخص يشار عليه أنه شخص متطرف أو بدأ البحث أو بدأ التحري عنه بدأت الرسالة وكانت الصدمة التانية في الرسالة في صفحة 3 على طول أن إدراك أهمية كبرى لهذا الموضوع زي ما هي بتقول أن نعرف أن عددا من قضايا هي من القضايا الفاصلة في الحكم على الإنسان بالإيمان أو عدمه وكأننا نسرين في هذه الرسالة خليلي بس أسأل على عنوان الرسالة محدمة لكلية الظلم الأكبر بين أهل السنة والشيعة دراسة الظلم الأكبر وكلمة الظلم ممكن تدخلنا في إطار من المظلومية بس ده عنوان أكاديمي وفي نفس الوقت ده بدي بترجع بقى الفنيات في تسجيل عن الموضوعات ودي فنيات أكاديمية بحتة بتناقش في مجالس الأقسام بس وكلمتك يا أكاديمي لا أنا غير راضي تماما أنا غير راضي تماما لا طبعا لا يا صرح بي أحب طب هل في محدد من سنة من خطرنا كذا ودي مشكلة تامية إحنا لابد عندنا في الرسائل يكون في إطار جغرافي وإطار زمني وإطار موضوعي كل ده مش موجود وطبعا لإن هي داخلة هي مش بتعمل رسائلة هي شغالة بالنظام خطابة ودي مشكلة كبيرة جدا سينا عايشها ناس ودوها اللوكوار انا عايز أقول لحضرك ودوها الماجستير مشتغلت في الجامعة لا ده أنا عايز أقول لحضرك على مفاجأة كبيرة جدا 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 وأنا ببحث وراء نسرين ودي مفاجأة يمكن محدش كان فيها خالص قبل كده إن لما كله قال نسرين زوجة هشام عشماوي مدرس مساعد وفصلت من الجامعة وحنشوف بعد شهرة فصلت لي اكتشفت وأنا ببحث إن كمان في علا أخنا نسرين مدرس في نفس القسم وفي نفس الكلية أنا مما بحثت على موقع الكلية لقيت مكتوب إن علا دي منتهي خدمتها بالمناسبة موجود نسرين لحد الآن موجودة على موقع الكلية إنها لزيارة قيمة بالعمل الأرمانية فصلت اكتشفت إن علا مدرس أصبحت ورقد من مدرس مساعد لمدرس بذات الكلية بذات الكلية وبذات القسم ولقيت إن نفس المشرفين اللي على نسرين هما نفس المشرفين اللي نشه رسالة دي ومالشه رسالة دي لجنة الإشراف بتبقى غير لجنة المنقش المنقش أنا كمشرف أبقى موجود على المنصة ولكن بنتدي بأساد ذلك للمنقش الرسالة والثابت هنا اللي نائش ولا للأشرف اللي الثابت هنا للأشرف وهو الأهم بالمناسبة لأن أنا عمري ما بسمح أنا أستاذ وعندي طلاب وبشكل وبتحت إشراف رسال كتير أنا اللي ببقى متابع طول الوقت مع الطالب وبكتبت لقرير شهرية كل ست شهور وأنا اللي بنتدب الأستاذ اللي حينقش واللي متبنر يسأل وغالباً هو مشارك في عنوان أو مجال البحث أكيد طبعاً طبعاً بدأت اكتشفت والمشرف ده لازال بالمناسبة المشرفين هنا أنا برضو سهامي أو نقدي الشديد أنا مش هتكلم على الأسازة أو المشرفين الأسازة المشرفين لازالوا أعتقد لازالوا على رأس العام يعني هم اللي طلعوا لنا الكلام ده وافقوا عليه أعتقد طب نسمعوا بقى الكلام أعتقد بدأت لقيت صفحة من أول صفحة 3 من أول لحظة في الرسالة الست بتلبس سوب قاضي من قضاء محاكم التفتيش في الرسول الوسطى وبتقول أن الموضوعات اللي في الرسالة دي هي الموضوعات التي تحكم على الإنسان بالإيمان أو الكفر وبدأت اكتشف كوارث فكرية في رسالة نسرين عشماوي يعني على سبيل المثال حضرتك أنا طبعا لأن الحالة وقت الحالة أديق وأنا يعني النمازج عديد يا دكتور دي رسالة ماجستير ولا كتاب صدرش لا ما صدرش كتاب دي رسالة ماجستير عليها توقيع المشرف كمان ويرسالة يعني ما فيهاش أي شكل من أشكال هي الست هنا بصفحة 52 وأنا بقول لحداك أنا بأخذ نمازج فقط 52 بتقول إيه أن جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفريقة بين هؤلاء وهؤلاء فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى هي هنا طول الرسالة بغض النظر هي إيه دي رسالة دي رسالة دي معايير رسالة وإداءها دكتور ونقشوها وده شيء منتج صعب جدا هذا المنتج بالمناسبة هتشم فيه طول الوقت ريحة هشام عشماوي أنا طول الوقت شايف ما هو هو هي أو هي زوجته في نفس البيت معاه هو بيقرأ معاه وخصوصا أنه عنده إطار فكري فهو بيقرأ معاه وبراجع معاه ووضع بصماته أعتقد يعني هي هنا كلمة تكفير وبمناسبة هي تكفير المسيحيين وهي طبعا بتستخدم من لفظ التراثي الأثير يعني للجامعات السلفية والجامعات النصارى فكرة تكفير اعتبروها أنه ده انتقاص يعني فكرة تكفير النصارى كما تدأ كما تقول هذه المتطرفة على مدار الرسالة ده خلاص ده منتهي ده صباح الخير تكفير النصارى ده صباح الخير وفيش مشكلة عادي جيد تطول الرسالة ده هي مش بس بتكفر لا ده هي بتستخدم تكفير النصارى كمعيار لتكفير جامعات أخرى أو تكفير عناصر أخرى من عناصر المجتمع طيب بتنقل معايا هنا حاجة لطيفة جدا نسرين في سطر فقط ده عين شمس الكلام ده بالمناسبة أنا عايز أقولها داك على حاجة بخصوص لأترامك كلمنا عن عين شمس الجامعات في مصر في الحقيقة وأنا مش بقول كده أنا ملاقي نتامل جامعة عين شمس والأجراء بمنع النقاب من أعضاء التدريس فإحنا هنا لم نعلقش على الجامعات لأن إحنا عندنا حتى في جامعة طنطة بالمناسبة وصير الأيام اللي فاتت بعض أسات ذا كان استخدموا سيد أطبو حسن البنة ووصفوهم بالشهيد رئيس جامعة طنطة وإضاءة جامعة طنطة فوراً اتخذت الإجراءات وعزلوا عن منصب رئاسة القسم منع تدول هذا الكتاب وبدأوا حلوا التحريق ولكن فيه نقطة يا فندم إحنا الجامعات مش هتفصل عشوائي وتعسوفي لابد يكون فيه آلية قانونية وآلية تشرائية يعني أنا منظر الحاجات اللي مخلياني حزين جداً إن هنا إحنا كأننا بنكسف أو كأننا بنخب يعني وشنا لما لقيت قرار فاصل ده قرار يا أستاذنا قرار فاصل نسرين عشماوي حبصة لقي إن هذا القرار لانقطحها عن العمل بعد انتهاء أجازة رعاية الطفل أنا عايز أقول الفاصل نتيجة آلية تشرائية وقانونية وأكاديمية لجنة تشكل لا خلص لا أنا أقول إن فيه لجنة من أساذة الجامعة الموضوعين اللي يشارق لهم بالبنان المعروفين تشكل لفحص هذه الأعمال ما ينفعش الأعمال أقول دي أفكار ده فكرة يا دكتور يعني فكرة يا أكفر المسيحيين يبقى فكرة هي هتقول كثير ده حدوث رأي وبعدينة لو هتفصلها علشان الرسالة تفصل المشرفين وتفصل اللي نقشو هنا هنا فيه حاجة فنية طبعاً لابد ده شغل يعني إداري وخاص بالجامعة يعني قبول بالتكفير في منتج علمي مقدم أو مفترض إنه علمي المشرف شريك طبعاً المشرف شريك والمناقش ويقولش وإن إجازة المعصير معناك قبول بال صحيح أنا بمجرد كمشرف ما بكتب قرار تقرير صلاحية الرسالة المناقشة أنا بقيت شريك أنا بقيت شريك خلاص وبمجرد ما المشرف مضى خلاص على الغلاف الرسالة دي هو خلاص أصبح شريك حقيق طبعاً لأنه وأكم من هذه الرسالة كم من هذه الأفكار